صار واضحا لديكم من أن اهتمامنا بأحاديث الغيبة والظهور ومن جملتها أحاديث العلامات أولا إنها ترتبط بشؤون إمام زماننا ومعرفتنا بشؤون إمام زماننا هي جزء من معرفة إمامنا صلوات الله عليه الذي هو ديننا وأساس عقيدتنا وثانيا هذه الأحاديث تشكل معطيات مهمة لتشخيص تكليفنا الشرعي وتعيين موقفنا العقائدي وضربت لكم أمثلة من هذه الأحاديث ومن أن الناجين في فتنة الصيحتين هم الذين كانوا يروون الحديث ويقولون من أنها ستكون ستكون هذه الفتنة قبل أن تكون لأنهم كانوا يروون أحاديثها وهم يعلمون أنهم محقون وصادقون فيما ينقلون من حديثهم من حديث أئمتهم صلوات الله عليه النقطة الثالثة اهتمامنا بأحاديث الغيبة والظهور وبأحاديث العلامات هو ذكر لإمام زماننا فهذه الأحاديث تذكرنا بإمام زماننا حينما نهتم بها فإن ألسنتنا ستكون ذاكرة لإمام زماننا وقلوبنا ستكون ذاكرة ومهتمة بشؤون إمام زماننا وذكر إمامنا هو ذكر الله من ذكره فقد ذكر الله ذكرهم الذكر الأكبر في الكتاب الكريم هكذا عبر القرآن عن ذكرهم من أنهم الذكر الأكبر مثل ما جاء في تفسيرهم لقرآنهم صلوات الله عليهم في رواياتهم وأحاديثهم التفسيرية من أن الذكر الأكبر في القرآن هو ذكرهم هم صلوات الله عليهم فاهتمامنا بأحاديث الغيبة والظهور هو ذكر لإمام زماننا وذكر إمام زماننا هو ذكر الله والقاعدة التي علمنا إياها أئمتنا من أن ذكر الله حسن على كل حال مطلوب في كل زمان ومكان ومن هنا فإن مداومة ذكر أحاديث الغيبة والظهور داخل في هذه القاعدة القاعدة أية قاعدة قاعدة ذكر الله من أن ذكر الله حسن على كل حال أقرأ عليكم من علل الشرائع للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة في الجزء الثاني وفي الباب الثاني العلة التي من أجلها فرض الله عز وجل الصلاة علة فرض الصلاة علينا الحديث الأول بسنده بسند الصدوق عن هشام بن الحكم هشام بن الحكم يسأل الإمام الصادق عن علة الصلاة هكذا يقول سألت أبا عبد الله الصادقة صلوات الله عليه عن علة الصلاة فإن فيها مشغلة للناس عن حوائجهم ومتعبة لهم في أبدانهم إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وأراد الله تبارك وتعالى ألا ينسيهم أمر محمد صلى الله عليه وآله ففرض عليهم الصلاة يذكرونه في كل يوم في كل يوم خمس مرات ينادون باسمه وتعبدوا بالصلاة وذكر الله لكي لا يغفلوا عنه يغفلوا عن محمد وينسوه فيندرس ذكره ذكر الله لا يندرس لكن ذكر محمد بسبب الناس وبسبب السياسة وبسبب الكفر والضلال يمكن أن يندرس وأراد الله تبارك وتعالى ألا ينسيهم أمر محمد صلى الله عليه وآله ففرض عليهم الصلاة يذكرونه في كل يوم خمس مرات ينادون باسمه وتعبدوا بالصلاة وذكر الله لكي لا يغفلوا عنه يغفلوا عن ذكر محمد لكي لا يغفلوا عنه وينسوه فيندرس ذكره الصلاة الواجبة شرعت لأجل أن نذكر محمدا وآل محمد في زمان إمامة كل إمام فإن علة تشريع الصلاة لأجل أن نذكر إمامنا لأجل أن تذكر الشيعة إمامها في أوقات الصلاة في زماننا هذا حينما نصلي فإن الحكمة من صلاتنا أن نذكر إمام زماننا فهو الوجه الذي إليه نتوجه أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أحاديثهم هي منزلة من منازل الذكر إننا نديم ذكر أحاديث الغيبة والظهور لأجل أن نديم ذكر إمام زماننا لماذا الشيعة عبر القرون وإلى يومنا هذا لا يحيطون علما بالثقافة المهدوية الأصيلة لماذا لأن الحوزة الطوسية الضالة القذرة قد غيبت الإمام عن شيعته وغيبت الشيعة عن إمامها لماذا لأنهم وقفوا قطاع طريق أتحدث عن المراجع الطوسيين الضالين البتريين وقفوا قطاع طريق فيما بين الإمام وبين شيعته هذا هو الواقع الشيعي فإدامة ذكر الأحاديث المهدوية فيما يرتبط بشخص الإمام وما يرتبط بمقاماته وما يرتبط بشؤون ولايته وما يرتبط بعلاقتنا معه من خلال الزيارات والأدعية والمناجيات وما يرتبط بشؤون غيبته وشؤون ظهوره وما يرتبط بشؤون عالم الرجعة من بعده فظهوره مقدمة للرجعة العظيمة وما يرتبط بعلامات ظهوره ومجريات ما يجري من الملاحم والفتن زمان الغيبتين أتحدث عن الغيبة الأولى وعن الغيبة الثانية التي نعيش أيامها الطويلة كل هذا كل هذا جعل الشيعة لا يدركون العلاقة الصحيحة مع إمام زمانهم لأنهم لم يطلعوا على هذه التفاصيل ولم يحيط علماً بها مراجع النجف وكربل يضعفون هذه الأحاديث ولا يرغبون في ذكرها وشرحها ويغيبون الإمام عن شيعته ويحولون الشيعة إلى حمير ديخيين ويغيبون ويربطون ويربطون الشيعة بهم وهم لا يفقهون شيئاً من معارف إمام زمانهم غاية ما عندهم يضحكون على الشيعة بالتقليد والخمس وما يوقعون فيه الشيعة من ضلال في أحكام حجهم حيث يلعبون عليهم يلعب على الشيعة وكلاء المراجع ومبلغ المراجع يلعبون على الشيعة في مناسك حجهم وما يأخذون منهم من الكفارات وما يعبثون بنسائهم حكاية الحاج وحملات الحاج حكاية طويلة فعلة تشريع الصلاة لأجل أن نذكر محمداً وآل محمد والحكمة من صلاتنا في زماننا هذا أن نذكر إمام زماننا في نفس هذا المسار وفي نفس هذا الاتساق فإن ذكرنا للأحاديث المهدوية على اختلاف شؤونها هو تجديد ذكر لإمام زماننا وهو تطهير لقلوبنا وعقولنا وألسنتنا بذكر إمام زماننا وذكر شؤونه بغض النظر أن الوقائع التي نتحدث عنها ستقع أو أنها لا تقع فإننا حينما نتحدث نعلم أن قانون البداء حاكم على كل الوقائع والأحداث نذهب إلى فاصل نقطة رابعة اهتمامنا بأحاديث الغيبة والظهور هو هو جزء من واجبنا في التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم أقرأ أقرأ عليكم من الكاف الشريف هذا هو الجزء الأول وطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة الخمسين إنه الحديث التاسع بسنده بسند الكوليني المتوفى سنة ثلاثمية واثمانية وعشرين للهجرة عن معاوية ابن عمار قال قلت لأبي عبد الله لصادق صلوات الله عليه رجل راوية لحديثكم يبث ذلك في الناس ويشدده في قلوبهم وقلوب الشيعتكم تلاحظون هذا المنطقة هو المنطق الذي مرت الإشارة إليه قبل قليل في رواية إسماعيل البصري حينما سأله الإمام الصادق تقعدون في المكان وتقولون ما تقولون وبعد ذلك قال الإمام وهل العيش إلا هكذا هذه ملامح التيار الفكري المجتمعي الذي يحمل هم العقيدة المهدوية عدوا إلى الحلقات السابقة ومازجوا بين هذه المضامين في كلماتهم وأقوالهم وأحاديثهم وبين ما ذكر هناك معاوية ابن عمار يقول للصادق صلوات الله عليه رجل راوية لحديثكم يبث ذلك في الناس ويشدده في قلوبهم وقلوب شيعتكم ولعل عابدا من شيعتكم ليست له هذه الرواية أيهما أفضل قال الراوية لحديثنا يشدد به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد وعدد الألف ليس عددا رياضيا هنا أكثر عدد في لغة العرب هو هذا فحينما يتحدثون عن أرقام أعلى من الألف يضاعفون الألف الراوية لحديثنا يشدد به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد في تفسير إمامنا الحسن العسكري وطبعة ذو القرب الطبعة الأولى قموا المقدس في الصفحة الثانية بعد العاشرة بعد الثلاثمائة صفحة ثلاثمائة واثنعاش إنه الحديث الثاني والعشرون بعد المائتين عن إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه فقيه واحد إنه من فقهاء العترة لا من فقهاء الحوزة الطوسية القذرة فقيه واحد هذا الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق صلوات الله عليه ويقول أعرف منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عننا فإنا لا نعد الفقيه منهم من رواة الحديث هؤلاء فقيها حتى يكون محدثا فقيل له أو يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما والمفهم محدث الفقيه هذا من هذا الصنف وليس من أولئك الثولان الأغبياء الذين ضلوا وأضلوا الشيعة بالمنهج الطوسي القذر إمامنا الكاظم صلوات الله عليه يقول فقيه واحد ينقذ يتيما من أيتامنا المنقطعين عننا وعن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج إليه أشد على إبليس من ألف عابد ولذا فإنه سيوظف المراجع العظام في حربه في حربه لأن المراجع العظام هم جنود إبليس هم نواب إبليس وما هم بنواب صاحب الزمان فقيه فقيه واحد ينقذ يتيما من أيتامنا المنقطعين عننا وعن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج إليه أشد على إبليس من ألف عابد لأن العابد همه ذات نفسه فقط وهذا همه الفقيه وهذا همه مع ذات نفسه ذات عباد الله وإمائه لينقذهم من يد إبليس ومردته ولذلك هو أفضل عند الله من ألف ألف عابد قلت لكم هذه الأرقام ما هي بأرقام الرياضية ما هي بنهايات رياضية هذه أرقام تشير إلى المال نهايات أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم كي تعرفوا قيمة أحاديث أهل البيت وكي تعرفوا قيمة البرامج التي تتابعونها عبر هذه الشاشة وكي تأخذوا ذلك بنظر الاعتبار في عملكم إذا ما وفقتم لصناعة تيار فكري مجتمعي يحمل هم العقيدة المهدوية فقيه ينقذ يتيما من أيتامنا المنقطعين عننا وعن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج إليه لا من تفسير النواصف هذه لعنة ستحل على الذي يعلم وعلى الذي يتعل وإنما من تفسيرهم بحسب منهج الغديرين فقيه واحد ينقذ يتيما من أيتامنا المنقطعين عننا وعن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج إليه أشد على إبليس من ألف عابد لماذا يا ابنه رسول الله لماذا يا باب الحوائج لأن العابد همه ذات نفسه فقط وهذا الفقيه وهذا همه مع ذات نفسه ذات عباد الله وإماءه لينقذهم من يد إبليس ومردته ولذلك هو أفضل عند الله من ألف ألف عابد هذه ثقافة العترة الطاهرة في توقيعي إسحاق بن يعقوب أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق وطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة صفحة خمسمية وإهدعاش وهذا هو المصدر الأصل للتوقيع الشريف وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجة عليكم وأنا حجة الله عليهم هذا الخطاب موجه لكل الشيعة ليس موجها لصنف معين من الشيعة هذا خطاب موجه لكل الشيعة إسحاق بن يعقوب من الشيعة فرد من أفراد الشيعة وجه أسئلة إلى إمام زماننا وهذه الأسئلة يسألها كل الشيعة وهذا الجواب لكل الشيعة وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجة عليكم وأنا حجة الله عليهم الشيعي إذا لم يكن مثقفا بثقافة أهل البيت ولم يكن على الطلاع ولو بنحو محدود على شيء من حديث أهل البيت كيف يستطيع أن يميز رواة الحديث ما هذا الكلام الناس تتداوله فحينما يقال للناس من أنكم إذا ما أصبتم بالمرض الفلاني فراجعوا الأطباء الفلانيين بهذا الإختصاص إذا لم يكن عند الناس من ثقافة طبية ولو بنحو محدود ومحدود جدا ولم يكن عند الناس من معرفة بالأطباء وأسمائهم واختصاصاتهم هل يستطيعون أن يصلوا إلى المكان الصحيح ما هي ثقافة الناس بنحو عام تجري بهذه الطريقة في كل الإختصاصات وفي كل شؤونات الحياة على الأقل بالنسبة للنخبة المثقفية الإعلاميون الأكاديميون حملة الشهادات من المتدينين من المنتظرين لا بد أن تكون عندهم ثقافة في حديث أهل البيت ولو بنحو محدود حتى يستطيع أن يشخص رواة الحديث وإلا ليس من المعقول أن نذهب إلى راوية الحديث بنفسه وهو يزكي لنا نفسه ويقول أنا راوية حديث وأنا الأفضل وعليكم أن تعودوا إليه هذا الكلام ليس منطقيا ما هو هذا الذي تفعله المرجعية يقولون لكم ميز المراجعة من خلال المعممين من أتباعهم أي كلام هذا قطعا المعممون من أتباعهم سيمدعونه هم هم مراجع الشيعة في تقييم رواة الحديث حينما يمدح الراوي نفسه لا يقبلون متحه لنفسه ولكنهم حينما يمدحون أنفسهم يضللون الشيعة إنهم يمدحون أنفسهم من خلال اللحسية واللقامة والعظامة من خلال هؤلاء الذين حولهم من اللوقية والحبر بشية من هؤلاء المعممين الهتلية السرسرية من وكلاء المراجع وممن هم في حواشيهم يقولون لكم عودوا إلى أهل الخبرة يا خبرة يا أهل خبرة يطيع هاتحاط كل واحد من ذول المراجع عند مجموعة منها الهتلية يثبتون أعلميته ويثبتون أورعيته وهو لا عالم ولا ورع ولا بطيخ ما يسوى لقن درعتك بس يضحكون عليكم من يرجعون الأحاديث أهل البيت وإلى رواة الحديث إذا كان الراوي ينقل رواية فيها مدح له يرفضون مدحه لنفسه ويشككون في الرواية فهذا إلزام على الشيعة ومن هنا فإن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول في كلماته وأحاديثه وأنا أقرأ عليكم من الكاف الشريف لودت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقه لودت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقه هذا الكلام لكل الشيعة ليس للمتخصصين لودت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقه المتخصصون هو هذا شغلهم يتفقهون الإمام لا يتحدث عن زرارة هنا لأن الإمام يقول عن زرارة وأمثاله من أنهم أمناء الله على دينه أمناء الله على حلاله وحرامه فهؤلاء هم سادة المتفقهين في الشيعة وإنما يتحدث عن جميع الشيعة فيقول لودت أن أصحابي ضربت رؤوسهم الإمام هو الذي يضرب رؤوسنا بالسياط حتى نتفقه حتى تستطيع حينئذ أن تشخص رواة الحديث من هو الراوية الحقيقي لأنه من الآخر إحنا عدنا اثنين عدنا راوي وعدنا واوي فلازم تتعلمون حتى تميزون الراوي من الواوي آل محمد يخرجون يخرجون متأكد أصحاب أصحاب العمائم لا يعرفون أن ابن آوى تجمع على بنات آوى وليست على أبناء آوى لأنني أقرأ في كتبهم حينما يتحدثون عن بنات آوى عن جمع ابن آوى يقولون أبناء آوى ليس في العربية أبناء آوى ابن آوى في العربية تجمع على بنات آوى هذا مصداق من جهلهم من جهل هؤلاء الآيات وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجة عليكم وأنا حجة الله عليهم فعليكم أن تمتلكوا شيئا محدودا من الإطلاع على أحاديث الغيبة والظهور كي تشخصوا موقفكم وكي تعرفوا هؤلاء الذين هم حجة عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه هل يعرفون إمامه هل يعرفون شؤون إمامهم وإلا كيف يكونون نوابا وحجة عن صاحب الأمر وهم لا يبقون شيئا في هذا المجال أعتقد أن الصورة صارت واضحة لديكم الآن لماذا نهتم بأحاديث الغيبة والظهور لماذا نهتم أساسا بحديث أهل البيت بنحو عام وبأحاديث الغيبة والظهور بنحو خاص بشكل سريع أولا لأنها ترتبط بشؤون إمام زماننا ومعرفتنا بشؤون إمام زماننا جزء من معرفتنا به وثانيا لأنها تشكل جانبا من المعطيات المهمة في تشخيص تكليفنا الشرعي وتعيين موقفنا العقائدي وثالثا هي ذكر لإمام زماننا وذكر إمام زماننا عبادة ذكره ذكر الله وذكر الله حسن على كل حال ومطلوب منا في كل زمان ومكان رابعا كي يستطيع الشيعي أن يميز رواة الحديث ولو بدرجة من الدرجات لأن يكون جاهلا بالمطلق ومن هنا فإن هؤلاء السفلة في حوزة الطوسي يضحكون عليكم يقولون لكم لابد أن تقلد الأعلم والأعلم يشخصه أهل الخبرة فمن هم أهل الخبرة الذين شخصوا أن السيستانية هو الأعلم ليس الآن بعد أن ملأوا جيوبهم بالأموال إنما أتحدث عن اللحظة التي نصب فيها مرجعا على الشيعة من قبل محمد تقلخوي من هم الذين شهدوا له بالأعلمية في ذلك الوقت لا يوجد ولا شخص واحد وهذه الحكاية تجري على الشيعة دائما في الماضي وفي الحاضر وستجري عليهم في المستقبل يقولون لكم عودوا إلى أهل الخبرة من هم أهل الخبرة وكلاء المرجع تلامذة المرجع الذين ملأوا بطونهم من الحرام الذي يسرقه المرجع لهم بفتاوى هؤلاء هم أهل الخبرة باتت الصورة واضحة وبينة وجلية نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر